ما بحجرش على حد كل واحد هو حر يقول لهو عايزه يام لهو عايزه ولكن نادي الأهلي نادي منظم وله سيستم عمل المفوض بملف كرة القدم واحد أيوة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأسطورة كرة القدم المصرية والعربية والإفريقية طيب نمرة اتنين كابتن محمود المفوض من مجلس إدارة النادي الأهلي معا لجنة تخطيط برئاسة كابتن محسن صالح وفي عضويتها كابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة وكابتن زكريا ناصف نجم النادي الأهلي السابق ما لم يصرح أي من الأسماء اللي أنا قلتها لحضراتكم بصفاتهم في موضع المسئولية عن ملف كرة القدم فلا صحة لأي معلومة يتم تدولها بدون مصدر الأربع أسماء دول هم اللي عارفين كل حاجة الأهلي لديه موقع رسمي الأهلي لديه مركز إعلامي الأهلي لديه قناة فضائية أي خبر خارج هذه المنظومة لا أساسة لهم من الصحة وحضراتكم يمكن أنا أتذكر كان فيه لعب جاي من البرتغال اسمه يعقوب لو حضراتكم تتذكروا ناس كتير أو أقلات العام الإسلام ده الناس كلها أعلنت أن انتوا أن خلاص يعقوب ده جان نياد الأهلي بتقولهم يا جماعة قناة الأهلي والمركز الإعلامي ومثل هذه الأمور ما ينفعش نتكلم في حاجة لأنها بتبقى رسمية فبما أنه لم يتم الإعلان أو لم يصلنا إعلان أن احنا نعلن عن هذا الاسم فخلاص يبقى لسه لم يتم الإعلان عنه الناس قالوا تقول لي خليه كنتوا في اللي انتوا بتعملوه بتقولوه بتاع وراجل حيتم عنه الإعلان بكرة صح؟ الراجل لم يتم الإعلان عنه ولم يصبح لعبا في النادي الأهلي لظروف كثيرة جدا تخيلوا بقى حضراتكم لو كنا احنا طلعنا وقلنا هذا الكلام أو المركز الإعلامي قال هذا الكلام أو صفحات النادي على سوشال ميديا المختلفة يعني كانت قالت هذا الكلام كان إيه اللي ممكن يحصل فالحمد لله والشكر لله أن الأهلي علاقته جيدة جدا جدا وممتازة بكل وسائل الإعلام بالمناسبة والمفروض أن أي وسيلة إعلامية كلها على علم بسيستم النادي الأهلي لكن ترويج الإشعاعات بدون مصادر وجهة نظر أنها مش حاجة حلوة الواحد بس بيستغرب من اللي بيحصل طب قرار على افتراض مثلا قرار صدر الإسبوع اللي فات ليه بعض وسائل الإعلام والسوشال ميديا مشغولة وبتحلل وبتوصل أن هي والله العظيم ثلاثة في حاجات لأنها بتخترع اختراعات وتطلع إشعاعات يعني ممكن واحد يطلع ويتكلم والله العظيم ثلاثة ما هو عارف حاجة وبيقول أي حاجة بيقول أي كلام بيقول الموضوع بعيد خالص عن اللي بيحصل ولكن زي ما قلت لحضراتكم حيثيات القرار في أي تغييرات بتحصل داخل النادي الأهلي من 1907 وحتى الآن لا يعلمها أحد ولن يعلمها أحد ترجمة نانسي قنقر